أحسن الله إليكم فيه مسائل الأولى إنكاوه على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عويف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله لأن هذا جائز أن يطلب من النبي الشفاعة جائز لكن لا يطلب من الله الشفاعة الله لا يشفع سبحانه وتعالى الله يفعل نعم الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله نعم الخامسة أن تكررها ليبين صعوبة الكلام الذي قالها خطر الكلام نعم الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء